طلب من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وذلك لبحث تطورات الوضع في سوريا واسمحوا لي بأن ألقي كلمة الرئاسة حول هذا البند أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة معالي سيد أحمد أبو الغيت أمين عام جماعة الدول العربية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسادة الوزراء ورؤساء الوفود الدول العربية الشقيقة ولجماعة الدول العربية على عقد هذا الاجتماع الهام بما يتيح المجال للتشاور والتنصيق حول تطورات الأوضاع في جمهورية العربية السورية وتجديد دعمنا لأشقائنا في سوريا في سبيل سعيهم للخروج من أزمتهم المستمرة في أقرب الآجال هذه الأزمة التي امتدت تبعاتها السلبية من إرهاب ودمار ونزوح ولجوء إلى سائر دول المنطقة والعالم وصولا إلى فقدان شعب شقيق له إسهامات تاريخية في الحضارة العربية لمفهوم الوطن الآمن وبكل أسف فقد استمرت معاناة أشقائنا السوريين عاما تلوا الآخر بل وتفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وتعدد التدخلات الخارجية فيها وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى مما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات وهو أمر كان لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه بعدما بات مصير الشعب السوري بكافة أطيافه مرتبطا بالمواءمات على الساحة الدولية والتي تشهد حالة من الاستقطاب غير المسبوق وأصبح رهينة للجماعات الإرهابية التي زجت إلى الساحة السورية بواسطة دول وتنظيمات لتحقيق أغراض سياسية بحيث كرست وجودها على الأراضي السورية وبقى الشعب السوري بمفرده في مواجهة تحديات عديدة ومتراكمة أثقلت كاهله وصارت تساؤل المشروع في هذا السياق عما حققته نتائج تدويل أزمة دولة عربية شقيقة وعن حقوق ومستقبل أبناء شعبها وتولي الدولة العربية أولوية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في سياغة حلول أزماتنا وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر انطلاقا من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية وبضرورة التكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات وبأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسويت خضايانا بأنفسنا والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى حفاظا على مصالحنا المشتركة وأوطاننا وأمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم لقد أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية إنه لا حل عسكريا لها وإنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع بل حذرت مصر على مدار السنوات الماضية ومنذ بداية الأزمة من تدعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحسم العسكري ولم تلقى هذه التحذيرات أزانا صاغية ومن ثم فإننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية وإستفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية على نحو يتمشى مع المرجعات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق أماله المشروعة في غد أفضل ويضمن الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وعروبتها وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شؤونها بما في ذلك الاعتداءات على أراضيها ويفضي إلى القضاء على جميع صور الإرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف دون استثناء ويوفر البيئة المناسبة للعودة الطوعية والأمنة للاجئين والنازحين ويفتح المجال أمام البناء والتنمية مما سيعزز من عناصر الاستقرار في الوطن العربي والمنطقة ومن هذا المنطلق وصلت مصر جهودها بالتعاون مع أشقائها العرب والدول الصديقة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف وجاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية ومما لا شك فيه إن اندمام الجمهورية العربية السورية إلى البيانة الختامة لاجتماع عمان يوم الأول من مايو الجاري هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النواية وتنفيذ التعاهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة السورية ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان ودعم المجتمع الدولي لها وبهذه المناسبة ففي الوقت الذي تطلع به الدول العربية بمسؤولياتها في دفع الحل السياسي للأزمة في سياق الجمود الدولي الحالي فإننا نشدد على أن الحكومة السورية نهو على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية في الوصول لهذا الحل وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة ونجدد كذلك التأكيد على ضرورة وفاء الدول المعنية بالأزمة والمجتمع الدولي بالتزاماتها تجاه الشعب السوري ومن هذا المنبر فإننا نعيد التأكيد على ضرورة إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن ووفاء كل من الحكومة السورية والقوى الوطنية والمكونات السورية والمجتمع الدولي والدول المعنية بالأزمة بالتزاماتها كل تجاه الآخر لكي تعود سوريا إلى السوريين موحدة ومستقرة ومستقلة كما نحب أن نراها فلا يستقيم أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الإرهاب والاختطاف والحروب والكوارث وختاماً نتطلع اليوم إلى المزيد من النقاش وتبالد وجهات النظر بين الدول الأعضاء الجامعة حول جهودنا في الشأن السوري ومصارات تفعيل أليات العمل العربي المشترك من أجل رفع المعاناة الشعب السوري العزيز إذن علينا جميعاً مسؤولية تاريخية لنقف إلى جواره ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه من تاريخه وتاريخ الشعوب العربية شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن ننتقل إلى الجلسة المغلقة لتداول حول البند المدرج على جدول الأعمال وأطلب من السادة الإعلاميين مغادرة الجلسة شكراً للمشاهدة